فيما يخص القطاع غزة القطاع فعلاً محتاج أرقام أكتر كتير من الرقم الـ 500 مليون دولار وكنا نتمنى في مصر أن نساهم بكتر من كده لكن أنا حادر أقوله للناس اللي شغالة أن المرحلة التانية اللي بدت في ديسمبر من فضلكم إحنا كنا قيلين أن دايما الناس اللي تشغل يعني المواطنين اللي موجودين ناكل لأن مش هنجب عمالة تخش القطاع وأهل القطاع موجودين يشتغلوا يعني لكن أقصد أقول أن إحنا أرجو أن إحنا ننهي المراحل اللي إحنا وعدنا بيها في أسرع وقت ممكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة وحيستمر دورنا في أن إحنا نناشد المانحين إن هما يتقدموا ولا يتخلوا عن الأنرة عشان الالتزامات اللي خاصة بيها الالتزامات اللي بتقوم بها الأنرة وأتصور إن دا الأمر بشكل وابأخذ ابتدى يعني يعود مرة أخرى بعد توقف الكام سنة اللي فاتوا وبرضو مرة تانية بنواجه إن دا الدول المانحة ونتحرك كدولة معهم أيضا عشان تصل هذه الرسالة بشكل أكثر قوة وفاعلية من أجل استئناف أكبر ودعم أكبر للأنرة عشان تقوم بدورها في القطاع تقوم بدورها في القطاع ترجمة نانسي قنقر